رغم ما يعانيه المزارعون في العراق من عدم اهتمام من قبل الحكومة ولا يتلقون أي دعم أضيفت إليها مأساة أخرى وهي السيول التي ضربت محافظة ميسان وشمال البصرة ودمرت العديد من القرى والأراضي الزراعية أحد الفلاحين المتضررين من السيول التي أتلفت زرعه ناشد أن يتم تعويضهم بعد خسارتهم لكل ما يملكونه وبعدما كانوا ينتظرون زرعهم لكي يتم حصاده وإيفاء ما تم استدانته أو استدانته من أسمذة وبذور فنشاهد ناشد مع الفلاح قاطع قاطع ويد العيساو عيش عيش شيني معاناتك والله يقول إحنا عيشتنا بزرع حال حالت شفوطة جنالس هذا الماي نعم أخوي وإحنا بيرات للعباس من 2001 هاجرنا من العمارة مننا صحيح وحطينا هنا بقى سيد ربيع بنهر العز مننا وعيشتنا بس الزرع ما عدنا غير الزرع لا حلال ولا نشتغل بسيارة ولا بولا يبسوا منا منا أي شغلة ما عدنا بس الزرع وريد مساعدة الدولة تلتفت على الناس هاي انت مثلا انت شرائد من الدولة أطريد هاي شوف الزرع هذا كل أغر هذا كل واحد خسران ما خسران خسران كل فلاح خسر لدفتر الله شاهد أخوي غير المطلوب علي الكيميائي البذور كله بالدين هاي طفالنا نحاط بنهر العز اي اخوي اي اطفالنا بدون مدارس لحد الآن على مود الزرعات اخونا عيشتنا بالزرع بعد ما نحط من الولاية على مود الطفال وظال لنا عوائلنا بالضيم لا كهرباء ولا شي بنهر العز اخوي وعلى مود الزرعات والزرع حل تشوفونا هذا الميطاق قال بارحة وانتهينا وانت سدينا لومن ملينا هاي سدينا لومن ملينا بالآليات مالتنا لا مساعدة من الدولة ولا هاي ولا واحد نشهد علينا حد العرب